في حي الدرب الأحمر في القاهرة الإسلامية يحافظ سلام محمود سلامة الذي يملك واحدة من آخر المصابغ اليدوية في العاصمة المصرية على حرفته وينقل خبراته المتوارثة من جيل إلى جيل منذ أكثر من 120 عاماً من القطن إلى الحرير مروراً بالبوليستر أو الصوف تتعامل المصبغة التي أنشئت في العام 1901 مع كل أنواع الخيوط ومن أصل 23 مصبغة يدوية كانت تعمل في العاصمة المصرية لم تبقى إلا حفنة من بينها مصبغة سلامة مصر كلها بتشتغل معنا السوداء بتشتغلوا معنا في واحدة ستة من أمريكا بتيجي تأسبغ هنا يعني من فلسطين بيجوا يأسبغوا هنا السادمات الخيوط اللي بتجيني فيه خيوط خياطة اللي هي خياطة في المنازل فيه خيوط التريكو فيه خيوط الكلين دا اللي بيخش يجدل عن النور وبتعامل كلين فيه سجاد فيه سوف بتعامل تشرتات وبضيوات فإحنا على طول عرض مستمر وإحنا المزوغة الوحيدة في مصر حالياً اللي شغال بلدي يدو وارتفعت أسعار الصبغة التي يستولدها سلامة من كل أنحاء العالم ولكي يحافظ على سعر مناسب للزبائن قررت توقف عن استخدام السولار أو الغاز لتسخين مياه الأحواض وبت يلجأ إلى أعواد الحطب كوقود ترجمة نانسي قنقر